السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال والاحوال? نوزلون عجردو يعني نتعلق بالبيداغوجي اكتف او البيداغوجيات النشطة الله ألا وهو البيداغوجي دو الاغر. بيداغوجية الخطأ. الاغر اتوني تابني سيسير دو لابنتيساج. يعني واحد المرحلة مهمة وضرورية في التعلم. اللي يكونسدري كمان بوان دابوي وهذه نقطة انطلاق لكي يتقدم المتعلمين. يعني 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 كي يدرون المتعلمين بزاف ديال الأخطاء. احتى من هذا الخطأ يقدروا يتعلموا. وهذا الخطأ عنده يعني بعدين. يعني يعني الخطأ في البيداغوجيات استقليدية الخطأ لا يغتفر نهائيا لهذا التلميذ الخطأ يعاقب. ولكن في البيداغوجيات الحديثة كي يعتبروا ان الخطأ هو وسيلة للتعلم. يعني وهذه المرحلة للتعلم. او الاستراتيجية للتعلم. يعني عن طريق الخطأ يتعلم الإنسان. لان كما يقوله الإنسان خطأ. يعني يعني من الخطأ يعني تعلموا الإنسان. نعرف بعد مصدر الأخطاء. يقدر المصدر الأخطاء يقدر يكون عدم الفهم الجيد للتعليمات. أو ربما لعقدة المهمة التي كلف بها الأستاذ التلاميدي ربما معقدة ومركبة أو لا تستجيب الأستاذ تلاميدي لا تستجيب الأستاذ التلاميدي كثيراً المعارف والمعلومات لما يقدر التلاميدي يحفظهم كاملين أو يستوعبهم كاملين إلى آخر credني إنه داخله، يكون الانباع للأخطى التي تكون داخل عملية التعليمية التعلمست المهم الجيد في قانون dibدغوجية تقريدية م近وي ولكن هنا consider لدينا إجابة الإجابة لإجابة الإجابة شكرا لك